لأنه لما بتيجي تشوف على سبيل مثال ما يحدث على الأراضي المحتلة في فلسطين في غزة هو المأساة بعينها مأساة هيئة تابعة أو منظمة زي الأنار وتابعة للمنظمة الأممية الأمم المتحدة يقطع عنها التمويل طيب شغلتها إيه شغلتها الإغاثة والتشغيل فيقطع عنها التمويل ويحصل في نفس الوقت التصريح المتناقض الوضع الإنساني في غزة صارة مش عارف إيه يا وخبرة بياد معقولة طيب بتقطعوا الفروس على الأنار والي أصلاحنا مشتبهين في 12 واحد مش عارف عمله كذا طيب اسحب لـ 12 واحد وخدهم على نيويورك خدهم على جينيف خدهم على أي حتة يحصل التحقيق اللازم أيا كان وإن كنت أعتقد أنه سيكون تحقيقا ظالما بس يعني لك ما بقطعش التمويل على الأنار والي فيها 30 ألف بني آدم تشوف نيويورك تايمز بتقول إيه بقى نيويورك تايمز بتقول لك إيه بتقول لك الأسلحة اللي بتستخدمها حركة حماس جت من إسرائيل ده كلام نيويورك تايمز طيب مش حد يروح جايب بنيمينة تانية وضربوا على بقه اللي قال لك أصلا مصر بتدي أسلحة للمقاومة ومصر بتشغل الأنفاء اللي احنا لا بنشغل الأنفاء ولا عندنا أنفاء ولا فيه أنفاء ده واحد اتنين هو مصر دلوقتي بتتعامل مع الأراضي المحتلة وبتتعامل مع الشعب الفلسطيني إزاي يعني شوية تقول أصلا مصر بتعمل كده بقى مصر كده مع الفلسطين وبعد شوية يقول لك إيه لا 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 ده مصر بتنسق معنا علشان محور في لادلفيا أو ممر صلاح الدين هو ده ولا ده طب ما نيجي نسأل ونيويورك تايمز جابت الكلام بتاعت إن الأسلحة اللي مع المقاومة جاية من إسرائيل إزاي والسؤال بقى وإزاي عرفوا يجيبوا الأسلحة دي من إسرائيل ويا ترى مين في إسرائيل اللي مستعد إن هو يبيع السلاح بتاعهم للمقاومة يعني الأول إسرائيل تروح تحقق مع نفسها ومع أجهزتها ومع فصايل جيشها وتشوف إيه القصة وبعد كده يبقوا يروحوا يتكلموا مع أهلينا في غزة